نمشي وتوا للموضوع الثاني اللي بش نحكي فيه اليوم عن زوز موذيع الأخرين توا الموضوع اللي بش نحكي فيه هذين موضوع زياد الهاني وبعدو بش نحكي على صندوق قطر للتنمية من جديد ومعطيات جديدة هات نحكي على زياد الهاني ساعة قبل كل شي نحب نهني عائلته لي عودت بوهم او زوجها الى حظنهم الناس عادت رسل عام وبوهم في السجن معناه ما تصوروش قدش صعيب الاحساسة ذاك انه رب العائلة وانه خاصة نتعلق للبنات بوهم هي ذاكرا هو ما يحس بيه كان لا يعفز عليه دونك ما النجم كان ان نبر كلهم عودتوا ولو انه الحكم في اعتقادي حكم قاسي معناها ستة اشهر معناها تجمي يتكلم كلمة زياد الهاني في ستة اشهر اذو ما يعودوا عايتولو حتى كلمة ما تعجبش المسار مثلا دونك اللي عجبني في الموضوع متع زياد الهاني والمحاكمة والجلسة كونه كل الاطياف موجودة للدفاع عن الصحفي زياد الهاني وتحية كبرى وخاصة وخالصة من الاعماق لهيئة الدفاع عن الاستاذ عابير موسي المشاء الاستاذ كريم كريفا والاستاذ نافع العريبي لنيابة او المرافعة على الصحفي زياد الهاني هذا اكبر دليل انه الحزب الدستوري الحر حزب ينبث المظالم وحزب حق وحزب دولة وحزب عدل وحزب عدالة وليس شيء اخر دونك احنا تعرف مواقف زياد الهاني من الحزب الدستوري الحر سابقا من كيفاش كانت كانت عنده مواقف ترانشانت كونتر عابير موسي كونتر رئيس الحزب وكونتر سياسات الحزب وكونتر كل شيء لكن الانسان هذيك تعرض المظلمة لقاء محامين الحزب الدستوري الحر وقيادي الحزب الدستوري الحر في الواجهة يرافعوا عليه وعملوا اعلام نيابة للمساندة المطلقة المساندة القانونية المطلقة كيف كيف تيارات خرين كانوا موجودين وحاضرين للمرافعة والدفاع عن زياد الهاني شفنا شعارات التي رفعت في قاعة الجلسة ان شاء الله تكون رسائل وصلت لمؤسسات الدولة السيادة من مختلف القطية في ذلك كيف سمعتوا الشعارات لا نعود أن نعدي لكم بساجات منهم ولا لماذا؟ نعود أن نعدي لكم بساجات اتفرجوا ما هو الشعارات التي رفعت في قاعة الجلسة يا قضاء التعليمات يا قضاء التعليمات يا قضاء التعليمات حرية 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 حاجة أخرى في ملف زياد الهاني قلقتني بوثاتر ناس سمعتها بفرح ولا اسباح في ايفهم حتين غنيت إرضى علينا يا لميمة نستنو في العفو يجينا من 76 وكأنه فما فرح، فرحانين، الحكم عجبهم الناس ذوما، ما نعرش تساؤلات، عجبهم اللاقاعد يسير، عجبهم الأسار الزني لهم، عجبهم التكبيل مع العلم أنه زياد الهاني حتى كيف يجيبوهم الحبس يجيبوهم فيش لايك، حسب علمي ما يجيبوهم، ما عندهم حق يلبس وثبات، ما نعرش عليه على الخيوط، ما نعرش فيها أمور تهم المنظومة السجنية ونحترموها، زياد الهاني مشي قدام القاضي حافي، لماذا مشي حافي؟ لأنه رفض أنه يقف قدام قاضي وفي باهو محكمة موقرة، وفي قاعد جلسة متى محكمة موقرة، ليس لك، شفتوا قداش احترام المؤسسات كيف يكونوا، هذه فقط معلومة لحبيت نسيقها بكل لطف، هات نشوف توا سونيا الدهماني الأستاذة والإعلامية اليوم الصباح في بلاتو بورهين بسيس، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ على تعامل أو على وزيرة التجارة التي هي معنية بالكلمة التي قالها زياد الهاني، هات نسمعوا مبعضنا ثم نعود. بورهين نعمل ربريك قار بعض مقرية المراسلة اللي وجهتها جلالة وزيرة التجارة للمحكمة، نعمل ربريك نحكيه كل يوم على إنجازات الوزيرة، خطر هي في المراسلة اللي وجهتها للمحكمة، تعيب على زياد الهاني. ما هي المراسلة يا إخي؟ أشكيت؟ وزير التجارة؟ لا تفهميش الأخليقة لصنيعة، طوه هما تتبعات بداية 28. ها بشان قولك، لا تفهمها الأخليقة لصنيعة المراسلة. لا، على خاطر التطبعات بدأوا نهار 28، بدأوا أي سيدك اكتشفت برحاجة في المحكمة، وأنا فخورة جداً. في بالكم من المسؤولين يتفرجوا فينا، أنا شفت العبء اللي على كتابهم، وعبء المسؤولية، والتعب اللي تعبينو، والإنجازات اللي حقوهم، على ذكر سيدة الوزيرة تحكي على إنجازاتها في المراسلة، ايه كمام، لقين الوقت يتفرجوا فينا في المباشر، حتى المعاينة متاع الجريمة صارت في المباشر، مش مبادرة وبودكاست وعبط، التسعة مازات في المباشر، معناها إحنا ما زلنا نتعديو، والناس قاعدين يتفرجوا، هذا ورد في النصة متاع الدعواء، ما هو المعاينة، ماك المعاينة تتعمل بالصورة والكل، ما المحامين شن يخدمون، ما يدقوا في الوقت، ووقت يجد ستغى في الديريكت، لعبات تخدم في الديريكت، ما إذا حسلوا، ما زلنا نحن مخرجنين من هوني، والتتبعات بدي، والمراسلة متاع جلالة وزيرة التجارة، مرانتها مراسلة صونية، قيم بالحق الشخصي، لا، لا هي شكاية على خطر تتبعات بدي وقبل بنها، لا هي قيم بالحق الشخصي، مراسلة قاعدة تذكر في المراسلة، مراسلة لشكون وجدها، لوكال الجمهورية، معنا اشكاية، فما حاجة اسمها مراسلة، احنا شنوني قلنا من الأول، احنا قل لي اني تحركت من تلقائي نفسي، نهار 28، نهار المداخلة هذيك، ايبا نهار 29، جلالة الوزيرة، تبعث مراسلة لوكالة الجمهورية، لماذا تقول فيها؟ ساعة أولا تقول فيها اللي زياد الكازي زياد الهاني، الكازي زياد الهاني، معناها إثارة موضوع يتعلق بمادة حساسة، اللي هي الخبز في هذا الضرف بالذات، والذي حققت فيه وزارة التجارة وتنمية الصادرات عديد النجاحات في مكافحة المضاربة، والاحتكام والمبارسات المتعلق، تحكي مع المحتمها؟ اي، بالإخلال بتراتيب الدعم، إنما الهدف منه إثارة البلبلة، وافتعال الأزمات، والتشويش على عمل الوزارة، والمساس بالأمن الغذائي للبلاد، الذي تحرز وزارة التجارة والتنمية على تحقيقه بكافة هيكلها المركزية، ما كفهيش، جلالة وزيرة التجارة، ماذا تعلبة في المراسلة؟ ماذا نقول لك تعلبة؟ تعلبة تطبيق الفصل 24 من المرسوم 54، قاتل كيسيدي، المعنى اللي هو يتعلق بالموظف العمومي، تحب فيه في العلينايات الرواء، كم تعبوا عشرة سنين، لو كانت جلالة الوزيرة تناموا سعيدة البارح، لو كانت تحكم زياد الهاني بعشرة سنوات سجن، هذا اللي طالبته في المراسلة، موج قيم بالحق الشخصي، وميش كاي، أبو، ضغط، معناها، حبت، بعثت برية، بعثت برية، بالكشي، بالكشي، انزعجت وقت اللي احنا قلنا، والله سيدة الوزيرة، لا شكيت، لا شكيت، لا شكيت، لا شكيت، وحييناها، انها قل لا مشكيتش، يخي طلعت في الأخر، بعثت المراسلة طلبتها، هذا فيما يتعلق بملف الإعلامي، من السحفي زياد الهاني، ان شاء الله، مرة أخرى، ما يتكررش هذه المحاكمات، ان شاء الله، ما نشوفوهاش في قدم الأيام، ان شاء الله، حورية التعبير مكفولة، ان شاء الله، القانون يتبق، وخليوه يتبق على كل من خالفه القانون، احنا نحب راه، شفتوا راه، الإعلاميين، بيدهم يتعرضوا لعديد الحملات التشويه، وما تلقاش شكون يحاسب، معناه احنا بيدنا كيف نتعرضوا لتشويه، ما تلقاش شكون يحاسب، ما تتحركش النيابة ما تلقاء نفسها، ان شاء الله احنا دعاة قانون، لسنا بدعاة عنف، نقولها ونعاود نقولها يتوانسة ويتساترة، رو احنا دعاة قانون، ودعاة تطبيق قانون، لغير، احنا نحب ان القانون يتطبق على الجميع، سواء سياء، ما غير حتى ما فيش كلام، الا اجرم واذنب وخالف وتعدى وعمل، يتحاكم، يتحاسب، هذا ليس ديكتاتورية، هذا ليس ديكتاتورية، واكثر من اللي اقول لكم نحبوها، ومحكمات علنية، على عينين الشعب الكل، تو هو يحكم يقول ديكتاتورية،